لملعب براوز مننا كريم أحمد ونتعرف منه على آخر الأجواء قبل انطلاق المباراة بالشرطة فاضلا يا كريم في ظل ضغط رهيب للمباريات الأهلي وفيوتشر النهاردة على ستادي الأهلي والسلام فيها الجولة 24 من بطولة الدور العام فيها التساعة مساء إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق للنادي الأهلي تحضير رغم ديق الوقت يعني قدر الحقيقة مستر ريكاردو طبعا سواريش المدير الفاني لفريق النادي الأهلي رغم الضغط الكبير جدا لكن في تضحيات كبيرة نشوف على طون اللعبة النادي الأهلي أو أي لعبة في الأعياد أول يوم بيكون فيه أجازة بعكاة بيبدأ الأمور الخاصة بها التدريبات والاستعداد لا شايفينها النهاردة في روح طبعا كبيرة جدا وفي رغبة كبيرة جدا للعودة من جديد للانتصارات وأسعاد كل جمهور النادي الأهلي النادي الأهلي يمكن ما فصلش من التدريبات إلا 24 ساعة فقط بعد المباراة الأخيرة مباراة الجونة كانت مباراة الثلاثة الأربعة كان راحة من الخميس إلى الآن استعدادات مكثفة للجهاز الفني والعبي النادي الأهلي اللي إن شاء الله بإذن الله كل الاستعدادات رغم ديقة اللي وقت دي يكون مردودها كبير جدا في 90 ديئة غاية في الصعوبة وغاية فيها الأهمية ذكرتها كابتن أيمن طبعا روح المعنوية الكبيرة جدا عند فريق فيوتشر عنده استقرار فني عنده عناصر مميزة جدا بيلعب تيمورك مميز جدا روح المعنوية مرتفعة للكاس الأخير وحصوله أمور عديدة جدا بتسبب صعوبة لهذه المباراة لكن رهاننا الكبير كالعادة على لعيب النادي الأهلي وثقاتنا الكبيرة جدا فيهم رغم كل الظروف والإصابات والغيابات وكل الأمور المحيطة في فريق النادي الأهلي الرهان على الشخصية الرهان على القلب عايزين نشوف لعبتنا النهاردة بتلعب بقلب طول ما انت بتلعب بقلب ورجوله وشخصية توفيق بإذن الله يكون مع لعيب النادي الأهلي مستر طبعا سوريشة المديرة الفني لفريق النادي الأهلي في الأيام الأخيرة الراجل بيحاول أنه يكون لي بصمة بيحاول أنه يركز على بعض الأمور في الكروسات في الكورنرات في الكورات السابتة الخروج من الثمنتاشر كل الأمور دي بيحاول الراجل طبعا رغم ديق الوقت لكن بنلتمس العزر في كل مرة للجهاز الفني بالكامل لأن الضغط كبير جدا كابتان آيمن زي ما أنت عارف لكن إن شاء الله نهارده نشوف بصمة نشوف أي أمور فيها يعني بشرة أمل إن شاء الله خلال الأيام القادمة فيه استعاب كبير جدا لعيب النادي الأهلي للمجهود اللي بيبذل من الجهاز الفني كنت وجدين طبعا كالعادة كابتان آيمن في استاد الآلي والسلام اللي أستابل هذه المباراة الأمور طيبة جدا اللي تقصي ممتاز الحقيقة تقصي كورو إن شاء الله يساعد لعيب النادي الأهلي بشكل كبير أرضية الملعب ما ندارش نتكلم عليها إن هي أكثر من رائعة الحقيقة بتساعد بشكل كبير جدا اللي لعبين على أداء كل الجمل أتكتكية أيضا كمان جمهور النادي الأهلي اللي توافد من أكثر من ساعة ونصف على استاد الآلي والسلام بتوافد إن شاء الله بإذن الله دورهم مهم جدا للنهاردة ودورهم مهمة كالعادة لكن النهاردة عندنا مباراة مهمة جدا مش هنتكلم عن مباراة بيرامز ولا مباراة الزمالك قبل ما نحسن مباراة اليوم لأن الضغط كبير جدا لكابتان آيمن زي ما أنت عارف مباراةين في بطولة الدوري مهمين جدا ثم هتلعب نهاء كأس مع طبعا نادي الزمالك لكن إن شاء الله بإذن الله بكل المجهودات اللي بوزلت بداية من مجلس إدارة النادي الأهلي اللعبين الجهاز الفني كل تضحات إن شاء الله تترجم بتلت نخاط يكونوا مهمين جدا مع فريق النادي الأهلي في بطولة الدوري العام شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم أحمد وكل سنوات طيفة كريم ما عليش ننسيت أولا لك في الأول